السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم معنا اخواني في هذا الفيديو الجديد. حتى نتقلنا في المنتخب الوطني المغربي هو التربوس هذا اللي كان في يونيو. التربوس للاسف ما كانش حال يكون لكنا نتوقعه. التربوس المارس كان واعر بزاف صراحة كان لعبين لعبوا بطريقة واعرة. وقدرنا نفوز وكنا على البرازيل بقل بطانجة بحصة هدفين لهدفين واحد صراحة. اه ولكن للأسف ها التربوس هذا التربوس ديال يونيو ما كانش في احد المستوى اللي كانت منه صراحة. التربوس كان للأسفش هذا التربوس عادي جدا. تربوس اداء بدون المستوى له المقابلة ديال الرأس الاخضر. ولف هاد المقابلة هذه ديال ديالجانوب افريقية صراحة ما كانش ديالادة اللي كانت منه صراحة في جوج مقابلة تشجرنا هدف واحد عن طريق حاكيم جياش. وتلقينا جوج اهداف من المنتخب الجانوب الافريقي. ما قدرنا نفوزه للمنتخب سنف واحد وسبعين عالمين والرأس الاخضر. وما قدرنا نتعادل مع منتخب اللي هو عادي في افريقيا اللي هو منتخب جانوب افريقيا. امور صعيبة وصعيبة بزاف الرجل يشاف ان الحضر اللي عندوه هم اللي ضروريين. اما الباقي بل الحتيات باقي مجبروش. علاج. خصو منينا شوتنبر. احنا اليوم في 19 يونيو. حتى الشهرين ونوص كتبعد بقى بعيدة على التربوش ديال شوتنبر اللي ماجي. كان دنقصو صراحة يشوف 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 شي لاعب اللي واعرين باش يقدر يكون عنا في شوتنبر. واللاعب الاساسين اللي مصامكة ونحي حارة املح بلا الخنوص الغائب. عند اللاعبين هدو صراحة يكون وتزلزولي كده. المهم هاد لائحة اللي تكون 28 لاعب كي ناس بعض العناصر ما لعبوا ولو لدقيقة واحدة. عند بدو بالحارس الاول حارس لويداد البيضاوي السموطع. اللي عنده 28 سنة حارس لويداد ما كان عتاقش انه التحق بالتربوش. لان في المقابلة الاولى امام رأس اخضاء كانت ثلاثين. وفي نارد ويداد كان الحد. اللي كانوا تعادلوا بواحد واحد وخسروا عصبات الابطال. ما كناش شاهدنا يصموت على مقابلة احتيات فشنا المحمدي اه عفوا مبونو البنعبيد. ما شاهدناش يصموت عم معرفة صراحة واش تجرب مع المنتخب ولا لا. مو ما تشركش ولو لدقيقة واحدة ولكن هوا تكافأ انه تعيط له المنتخب. وخاصة مقابلة يوم السبت المغرب كلا عفجان وافريقيا وهو كان لعف كازا. مع فريق اولمبيك اسفيل اللي فازت عليه الويداد البيضاوي. ثلاثة دي الاهدف له هادف. وكان دعنانا فوز غير موجدي ان الجيش الملكي اللي فارجت غادة ثلاثة للرجاء البيضاوي. عتفوز بالبطولة. وكان دعنا احتمال كبير للجيش انها تفوز. ان الرجاء عند ربعين نقطة ما كانت لعب احتها على شيء. الموهي انو نمشي وللحارس رقم جوج لي هو المهدي بن عبيد. المهدي بن عبيد كان حارس الفتح الرباطي. كان حسياتي امام الرأس الاخضر. كما كان كان لعبه مع اسفيل. كان لعبه مع اسفيل. كان لستقبل عب تانين محمدية وفاجو بجوجل واحد. وقدرات الفتح الرباطي توصان ثلاثة وخمسين نقطة وضمن المركز الثالث. المركز الثالث مضمون الانتحاد الافريقي مضمون الشارك فيها. المهدي بن عبيد كان بالطبعها كما انظر لا تخرج معهم جنوب افريقيا. لا لا. اذا المهدي بن عبيد كذلك نشارك في حل لائح هذا مرس ما كانشارك في لائحات شو تانبيرا هي عمد ريدات تاكنوتي. لم نرى شو كول يقدر العيد الحارس الثالث مولي المحمدية من أخطأ فادحة في لقاء جنوب افريقيا ولكن كان كان باقيت تمنح له فرصة أخرى على ما اضن باقيت تمنح له فرصة أخرى بطبعها. الحارس رقم ثلاثة لوي ياسين بونو الحارس الأساسي لمنتخب الوطني لملعفات تربط ولو لدقيقة وحيدة ملعبش أمام جانب إفريقيا ولا أمام الرأس الأخضر ولا أمام جانب إفريقيا ملعبش ولو لدقيق كان على مقاعد احتيات ملعبش قاع لمع منتخب الرأس الأخضر ولا منتخب جانب إفريقيا إذن يمكن كتعندوش إصابة لها الجانب إفريقيا لأنه كان ممكن يلعب مواركين للأسف ملعبش ما شاهد ناس ياسين بونو شاهد ناموني لم يحمدي كأساسي في جوجم الرأس ولكن الخطأ الفاتح الذي يعملون ناموني لحمدي وماذا كان يعملون ياسين بونو أو لم يعملون ما عارفون شاهد المسألة ولكن المهم ياسين بونو لما كان المطبورة في الحداش الأوائل لأنه لم يشاركوا لا يمكنوا أن نبنيوا إلى شيء حاجة لأنه يحملوا شيء حاجة فهذا الكابوة ديالي شهر يونو كما أقوله للأسف كانت كابوة وكابوة كبيرة صراحة للأسف شديد كما أقوله للأسف الشديد الآن تحاولوا لعب اللي ما لعبوش وعم بدأوا باللاعب أشرف ضاري بعد سلينا مع الحرص عم بدأوا باللاعب أشرف ضاري لاعب بريسل الفرنسي اللي ما شارك شواله ولدقيقة واحدة لا أساسي ولا حتياتي لا في اللقاء ديالجنوب إفريقيا ولا في اللقاء الرأس الأخضر إذا أشرف ضاري اللي عارف نحنا التنفسيان كانت عنده نقصة ونقصة بزهب طبع لا تشركوا شوالي دقيقة واحدة حتى في التربوز المارس لم يكن لعب حوالي دقيقة أيضا ضاري من كأس العالم لم يكن لعب مع الملتخب مقابلة كرواتيا اللي كانت شجري الهدف يوم 17-11 نتظروا لأحد شوالتامبر وعنشوفوا أشرف ضاري وشع يكون فيها أو لا غير يكون فيها الآن ممكن تصوروا لأحد شوالتامبر كيف أجعل تكون في فيديوات قادمة إن شاء الله ممكن تصورها ما هو اللعب آخر اللي وقال بديفع في حاله في حال دار اللي هو عبد الكبير البقر عبد الكبير البقر عنده 24 عام وقيلة كلمة عندي بورتيبو ألا بيس كانت لمعطاش فورسار لقياه كان عايته في التربوز دي المارس لم يشركوا شوالي لدقيقة كانت عايته في التربوز دي يونيو لم يشركوا ش إذا كان الفائدة من المنادس لا ما عرفش لأن اسمعين قندوس صلى عايته في التربوز لعبوا كأساسي مع الرأس الأخضر اللي كنت حدنا بزيره وزيره وفي التربوز عبو الثاني لم يشركوا ش في مقابل جاء أفريق ولم يشركوا ش شركوا ش سايس وأجرد وكان خرس سايس وتخلي يا ميق أما عبد الكبير البقر ما لعبوش ولو لدقيقة واحدة لا في مقابلة جنوب إفريقيا ولا في مقابلة الرأس الأخضر أمور صعيبة الأمور صعيبة وصعيبة بزف هذا التربوز ليونيو بينا على بزف لعفوات للأسف بينا على بزف الحويش اللي ماشيه هما دكو الملتخب الوطني المغربي وضروري قصم يرد لهم البال وليد الرقرق نمشيه اللعب آخر فهد مفيد لعب البطولار برتغالية اللعب الثاني مرة كيستدع الرقرق الثاني مرة بعد لائحة شو تنبير لكو كنا ماشناش مقاعدة باراقوي وشيلي اللي كانوا في اسبانيا هذا التربوز هدعو الثاني ماشناش مقابل التدريب مع ما داشقال معطي يكون لعب فهد موفيد ما عارفين شهد يمكن مية في مية لعب لعب أخبر اللي كنت معتوا لك اللعب المهم فهد موفيد مشارك شواله لدقيقات واحدة فهد التربوز وكانت نشوف سعمال فهد موفيد ومستوى ديالو لانا شوفنا حاكم يشارك كأساس جوج مرات وكاننا نشوف فهد موفيد صراحة جربت بزاف حتى ما جرب شي فهد موفيد باش نقدر نحكم على المستوى ديالو للأسف ما ما جرب ومشي اللعب آدم ماسين اللعب أودينيزي الإيطالي آدم ماسين اللي كان عنده إصابة طاولة أمد عيط لغير فهد اللائحة ما لعبه ولو دقيقة واحدة وشن الفائدة أنك عيط اللعب ويجيبون إيطاليا ووش الله رجع من الإيطاليا وما تلعبوا لدي دقيقة ما عارف شن المعنى مهج صراحة آدم ماسين كان يستحق يتجرب صراحة ما نكون منطقيا كان يتجرب اللعب ديالو لا تجرب آدم ماسين ما عندك ما تعمل ممكن فترب وشو تامير واش عارف رجع يحي عطية الله ممكن ديالساعة نشوف آدم ماسين واش عايكون مع المنتخب الوطني المغربي اللعب لأنه لاعب اللعب لديه إصابة طويلة الآمد طبيعة هذه إصابة طويلة